بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السابعة قياس الأداء هنأخذ مثال واحد افترض أن أحد المراكز حقق صعفي دخل 70 ألف ريال وأن صعفي الأصول المستثمرة بالمركز 560 ألف ريال المطوب احسب معدل عائد على الاستثمار خلي بالك ممكن بدل ما ديك صعفي الدخل ده جاهز ممكن أقول لك كان فيه إرادات مثلا 150 ألف وفيه تكاليف للمركز 80 ألف يبقى نعمل إيه الأول أطرحهم من بعض يبقى الفرق بينهم كام 70 ألف اللي هي دي أو أي رقم بيطلع حسن ما يطلع طب نجي معدل عائد على الاستثمار أو العائد على الاستثمار إزاي حل مثال واحد العائد على الاستثمار بيسوي صعفي الدخل مقسوم على رأس المالي المستثمر في 100 تعويض مباشر يبقى العائد على الاستثمار الساوي صعفي الدخل كان معطا بسبقين ألف ورأس المال المستثمر معطا بخمسمية وستين ألف أقسمهم على بعض واللي يطلع اضربه في 100 تطلع 12.5 في المية مثال اتنين افترض أن معدل عائد المطلوب 12 في المية كعائد على الأصول المستثمرة أنا مطلوب أن أنا استثمر الأموال اللي عندي بكام بـ 12 في المية والأموال دي اللي هي تبلغ كام تبلغ خمسمية وستين ألف وهنا صعفي الدخل الفعلي سبين ألف المطلوب احسب الدخل المتبقي حل مسال اتنين الدخل المتبقي بيسوي صعفي الدخل الفعلي ناقص في تحقص رأس المالي المستثمر او الاستثمارات مضروبة فيه معدل العائد المطلوب على رأس المال المستثمر نعوى التعويض مباشر صعفي الدخل كان مطاب سبين ألف ناقص لأستثمرات او رأس المال المستثمر خمسمية وستين ألف ومعدل عائد المطلوب كان اتناشر في المية يبقى تساوي السبين ألف أصف القز ده سبعة وستين ومتين يبقى سبين الف ناقص سبع وستين الف ومتين يطلع الفين وثمانمائة ريال